تخيل ان في واحد عنده القلب ان يجيب عربية بورش 9-11 سعرها 150 الف دولار ويقطعها علشان يعدل عليها لأ وكمان علشان تخليه عدلك عربيتك البورش 9-11 بتكون على قائمة انتظار ممكن تعدي السنة وفي مدحف مخصوص باسم اكيرا نقاي بيحكي كسته بالكامل وكست شركة تعديل السيارات العملاقة الRWB واللي موجودة في عالم الجيمينج من كتر شهرتها زي مثلا لعبة نيد فودر سبيت تعالوا بقى لما نعرف مين هو اكيرا نقاي وقصة شركة تعديل السيارات العملاقة الRWB اكيرا نقاي هو واحد من اقوى الناس اللي بتعدل سيارات في العالم وخصوصا في البورش 9-11 وتولد اكيرا نقاي في اليابان واول عربية بدأ حياته معاها في عالم تعديل السيارات كانت l-AE86 في بداية فترة التسعينات واللي كانت مع فريقه رافورد وفريق اكيرا نقاي كان مشهور بسيارة l-AE86 واللي كانوا متعودين يدرفته على جبل سكوبا وفريق رافورد تشار جدا وطبعا تشار معاه اكيرا نقاي لانه كان قائد للفريق ده وطلعوا كتير في مجلات في اليابان بعربيتهم l-AE86 لكن رغم النجاح اللي حققوا اكيرا نقاي مع العربية دي اللي كان عنده حب العربية بورش وخصوصا 9-11 نقطة التحول في حياة اكيرا نقاي انه كان في يوم الايام اكيرا نقاي كان شغال في مكان وجات له عربية بورش 9-11 عملة حدثة وساحبها كان جايله علشان يصلحها لكن اكيرا نقاي كان ليه رأي تاني ان العربية دي مش محتاجة تصلح العربية دي محتاجة تتعدل وقرر اكيرا نقاي انه يشتري العربية دي من صاحبها وفعلا نجح في ده ودي كانت اول عربية بورش 9-11 يمتلكها اكيرا نقاي وقدر يطلع كل مواهبه في العربية دي في عالم تعديل السيارات ووقتها كانت حاجة غريبة ان في حد بيعدل على العربية بورش لان ملاك بورش كانوا شايفين ان العربية بورش عربية كلاسيك وبتاعت مناسبات فقط مش للتعديل وفعلا حول شكل العربية بورش 9-11 بالكامل وخليها عربية المانية بنكهة يابانية زي ان ركب ويت بادي متسبت بالمصامير على العربية وركب لها جنود من وورت مانستر وعدل على مطر العربية وحوله من محرك بكوة 247 حسون ل360 حسون ومن 6000 ربي ام ل8500 ربي ام وخلي بالك ان اللي بقولك عليه ده في التسعينات كانت وقتها نقلة كبيرة جدا وبدأ كمان يعدل في وزن العربية علشان تناسب الدريفتات والسباء وشال كل حاجة ممكن تتقل وزن العربية وبدلها بكاربون فايبر زي السقف والبيبان يا راجل ده حتى افتيس العربية غيره وغيره بتاع العربية 9-15 علشان وزنه اخف وقدر يوصل بوزن العربية من 1316 كيلو ل953 كيلو يعني خفت من وزن العربية 363 كيلو بالزبط والعربية دي بقت اسرع عربية بورش 9-11 متعدلة في العالم وبدأ كيرا نقاية شهر اكتر في عالم تعديل السيارات وخصوصا في بورش 9-11 واسس شركة الـ RWB وبدأت المواقع الامريكية والصحافة تكتب عنه عن شركته RWB ومن كتر نجاح الشركة وشهرتها بدأوا ناس كتير يروحولوا بعربياتهم البورش 9-11 واللي ما كانش عنده عربية بورش 9-11 وحابب التعديل اللي اكيرا نقاية بيعملوا فيها كان بيروح الشارع عربية بورش 9-11 علشان اكيرا نقاية عدلهله والطلب عليه كتير جدا في الوقت ده وطبعا لولا تعدد الازواق لبارة السلع زي ما في ناس كانوا مبهرين بالتعديلات اللي كان بيعملها اكيرا نقاية كان في ناس تانية مش عاجبهم التعديلات دي وكانت وجهة نظرهم ان 9-11 عربية كلاسيك وجميلة والمفروض ما يتعاملش فيها التغيرات الجزرية دي وطبعا في عالم تعديل السيارات دي هواية وفيش حاجه اسمعه ما ينفعش لان دي بتو بقى ازواق وهتلاقى عليه فيديوهات كتير عن عربيات بورش 9-11 اعدلها اكيرا نقاية وبس كده صديقي هنا نكون وصلنا لنهات الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبك متنساش لو الفيديو عجبك تشارك في القناة واتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد شوفكم فيديو جديد سلام عليكم